أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا بعنوان نساء ملهمات وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمية وأشار المركز خلال التقرير إلى تطور عدد الدول التي تشغل النساء على المناصب موضحا أنه في بداية عام 2023 كان هناك 15 دولة تقودها النساء وأصلت تقرير مركز المعلومات الضوءة على جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في العام الحالي مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من أكثر التحديات صعوبة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث ستستمر تداعيات جاعة كورونا على الماضي الطويل وكذلك الأزمة الأوكرانية